ما زالت الخروقات الأمنية المتكررة لسيما في المناطق المحاذية لمحافظة صلاح الدين تشكل تهديدا لأمن واستقرار المواطن وكذلك مفارز القوات الأمنية وما الخرق الأخير في صينية بيجي إلا واحد من سلسلة هجومات مسلحة تستغل الطبيعة الجغرافية والفراغ الأمنية كما يؤكد مراقبون نطلب من القوات الأمنية أن يكون لهم نشاط كبير سواء بالكماء أو الاحتراز بالسيطرات الحذر والتخوف من عودة المحافظة إلى مربع الأرهاب الأول دع المواطن في صلاح الدين إلى تجديد المطالب بتعزيز عديد القوات الأمنية وتفعيل الأدوار الاستخباراتية للقضاء على البؤر والخلايا الأرهابية التي تعاود نشاطها بين حين وآخر نطالب القوات الأمنية بالانتشار المكثف لقمع هذه المجاميع الأرهابية وكذلك نطالب من الدولة تفعيل العمل الاستخباري لأنه مهم جدا في الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والمناطق الآمنة نطلب من القوات الأمنية القضاء على الخلايا الأرهابية المتبقية ونريد نعيش بأمين وبأمان من ريد نرجع على المربع الأول خرق أمني هنا وهجوم مسلح هناك ضحيته الأبرياء من المواطنين أو من عناصر القوات الأمنية وهذا ما دعا إلى المطالبة بمضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية فيها من صلاح الدين فراس الحسني التغيير ترجمة نانسي قنقر